أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد-19 في الحكومة الاتحادية وقررت الهيئة توحيدها لتسهيل عمل الجهات الاتحادية ودعت الهيئة جميع الجهات الاتحادية للتأكد من أن جميع الموظفين العاملين لديها قد تلقوا الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد-19 مؤكدة ضرورة حصول جميع الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية على الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد-19 بحد أقصى شهر من تاريخ صدور هذا التعميم ونص التعميم على أنه لن يتم السماح للموظفين غير المطاعمين بالدخول إلى مقر العمل لدى جميع الجهات الاتحادية في الدولة اعتبارا من الثالث من يناير 2022 وعلى جميع الجهات الاتحادية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المحنية اشتركوا في القناة